وينضم علينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز ما الذي يدور بالضبط في جلسة البرلمان الليبي في هذه اللحظات نعم حسين قبل قليل بالفعل انطلقت هذه الجلسة برئاسة رئيس مجلس نواب عقيلة الصالح الكلمة الاتتاحية شدد فيها رئيس مجلس نواب حول مسألة ضرورة ان تعنى الجنات المعنية بداية مكتب النائب العام الأجهزة الرقبية على ضرورة التحقيق في واقعة محاولة منع طائرة أعضاء مجلس النواب مساء يوم أمس من حضور جلسة اليوم أيضا ذكر رئيس مجلس النواب على أن المجلس يقدم طلبا الآن بناء على توصيات من عدد من أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة حتى يتم إسقاط عضوية النواب الذين ربما يعلقون من حضورهم لجلسات مجلس النواب أو النواب المقاطعين لحضور الجلسات أيضا كل من تولى منصب سواء كان من الحكومة أو من المجلس الرئاسي يذكر بأن عدد من أعضاء مجلس النواب منه من كان مشاركا في ملتقى الحوار السياسي أو لجنة الأربعة والسبعين هناك من تقلد مناصب على مستوى الصفرات أو تكليفهم أو أقريبهم كذلك بإدارة بعض الشركات الاستثمارية في ليبيا سيتم إسقاط عضوية كل هؤلاء النواب نذكر الآن بأن لجنة خريطة الطريق برئاسة نصر مهنة ذكر على أن اللجنة من خلال التقرير النهائي بعد المشاورات واللقاءات والاجتماعات التي تمت خلال الأسبوع الماضية مع كل الأطياف السياسية والأجسام السياسية في ليبيا قد تبين على أن مسألة إجراء الانتخابات في بحر عشرة أشهر يمكن العمل عليه من خلال مفوضية الانتخابات المجلس الأعلى للقضاء أيضا أشارت لجنة خريطة الطريق على أن المرحلة الحالية تستوجب حكومة قوية قادرة على العمل على كافة الأراضي الليبية وعلى تحقيق متطلبات المرحلة منها ضمان إجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة ولكن عبدالعزيز ألم يكن مرتقبا كما أعلن بأن هذه الجلسة ستناقش مسألة ترشيح رئيس الحكومة الجديد في ليبيا ما الذي حدث بالضبط في هذه النقطة؟ نعم صحيح عسين جلسة الأسبوع الماضي ذكر فيها رئيس مجلس النواب على أن هذا الأسبوع يفترض جلسة اليوم بالفعل أن يتم تقديم ملفات المتقدمين ولكن تلأ ذلك طلب مقدم من خمسين نائبا ذكروا على رغبتهم من هيئة رئيسة مجلس النواب أي تحت المزيد من الوقت حتى يتسنى المزيد من المشاورات سواء كان مع مرشحين لرئاسة الحكومة أو حتى مع أعضاء مجلس النواب أنفسهم أو حتى مع القوى الفاعلة بشأن تشكيل الحكومة القادمة كل هذه الأمور ربما دفعت من هيئة رئيسة مجلس النواب النظر في هذا الأمر وتأجيل تقديم الملفات إلى الجلسة القادمة هذه الجلسة سيتم الاستماع بشكل نهائي إلى هذا التقرير المقدم من لجنة خريطات الطريقة أيضا العمل مع باقي اللجان الفرعية في استصدار بعض مشاريع القرارات السابقة منها مسألة توحيد رواتب وأجور العاملين في الدولة الليبية بالإضافة كذلك نتحدث عن مراجعة أعضاء مجلس النواب لشروط وضوابط الحكومة القادمة المدد الزمنية وكذلك فيما يتعلق بإمكانية الآن أن تكون هذه الحكومة قادرة على العمل سواء كان مع الأطراف السياسية المختلفة في ليبيا أو حتى على كامل الأراضي في ليبيا ولكن عبد العزيز في ظل الأخبار والمعلومات المتداولة هل هناك شخصيات بعينها بالفعل كما يقال إنها ستقدم أوراقها للترسح لهذا المنصب الأمور وصلت إلى حد أن بعض الأخبار تشير إلى أن بعض الشخصيات ربما هو الذي سيتولى هذه الحكومة بحكم عدد المقاعد التي ستؤيده في البرلمان نعم بالفعل نذكر بأن أحد أبرز المترشحين أو الأسماء المترشحة لرئاسة الحكومة نتحدث عن فتح باش آغا والذي وصل عشية يوم الأمس إلى مدينة طبرق بالفعل أيضا هناك أحمد المعيتيق عبد المجيد سيف النصر محمد المنتصر يوسف شاكرو كل هذه الأسماء مرشحة وبقوة بالفعل للمنافسة على منصب رئيس الحكومة سبعين نائبا خلال الأيام الماضية قدموا طلبا مقدما منهم لهيئة رئاسة مجلس أنواب وهم يدعمون صراحة فتح باش آغا لتولي رئاسة هذه الحكومة لعدة اعتبارات بحيث أن الرجل أولا ينتمي إلى مدينة مصراتة وهي ذات المدينة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة أيضا رجل مدعوم بشكل كبير على مستوى سواء كان شرق البلاد عن طريق توفقات تمت مع المؤسسة العسكرية بالإضافة كذلك أن الرجل لديه قوة عسكرية نافذة في مناطق غرب البلاد كل هذه الأمور هي ربما ترفع من رصيد فتح باش آغا لدى أعضاء مجلس النواب حتى يكون منافسا قويا وربما الأكثر حظا حتى هذه اللحظة مقرنت بباقي الأسماء لأضفر بمنصب رئيس الحكومة على أي تحان نذكر بأن هذه الحكومة كما طالبت لجنة خلط طريق هي مدة ولاياتها ينبغي أن لا تتجاوز عام كأقصى تقدير تتولى الترتيب التجهيز لإجراء الانتخابات الاستفتاء الشعبي على مسود الدستور توحيد المؤسسات في ليبيو على رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة المناعة الأمنية للدولة الليبية وضبط الحدود بالإضافة كذلك لمراجعة كل القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي أسهمت بشكل كبير من تفاقم الأزمة في ليبيو عبدالعزيز الفاخر مراسل الغد كنت معنا بن بنغازي شكرا جزيلا لك عبدالعزيز شكرا جزيلا لك عبدالعزيز شكرا جزيلا لحشر تبعزيز شكرا جزيلا لحشش شكرا ل ridiculous